اشتركوا في القناة منها بسبب ضغوط البياني قبل مؤسسات المالية المحلية والأجنبية ولما بيحصل انقفاض بتبقى فيه ارتفاعات مرة أخرى بسبب تكوين مراكز مالية شرائية مرة أخرى ولكن هي 13 ألف نقطة مش عارفين نتعدها بأنها فترة من الزامن تتعدى الأسبوعين لغاية دلوقتي بالنسبة لأسبوع القادم هو بيبقى دايما المؤشر 30 في يوم الأحد بيبقى مش واضح الرؤية بالنسبة لي بيبقى منذ جس نبض نوعا ما لأنه بيبقى المؤسسات المالية العربية والأجنبية عاملة نوعا من جس النبض ونوعا من البانك ما بتبقىش شغالة بالقوة القوصة بالنسبة لها ولكن أتوقع أنه يستمر قطاع العقارات في أداءه الجيد بيستمر المتاجرات فيه متاجرة جيدة وده اللي ممكن يتكلم المؤشر السبعين يتفوق على المؤشر 30 وده كان بيحصل فيه جلسات الأسبوع القابل اللي فات اشتركوا في القناة